وفقا لإحدث البيانات سجلت المملكة المتحدة يوم الإربعاء قرابة عشرين ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما قال بوليس جونسون في مؤتمر صحفي عقدا في نفس اليوم إن معادل العدوى بالفيروس لا يزال مرتفعا على الرغم من وجود بعض مؤشرات التفاؤل الآن بينما قال كريس ويتي كبير المستشارين الطبيين لحكومة البريطانية إن المملكة المتحدة قد تخاطت ضروة تفشي الوباء ولكن ذلك لا يعني عدم وجود ضروة أخرى داعيان المواطنين إلى مواصلة توقي الحذر ومع ذلك نقلت بي بي سي عن الباحثين قولهم إن سلالة الفيروس الجديدة التي ظهرت لأول مرة في سبتمبر الماضي في مقاطعة كانت بإنكلترا تخضع لتفرات جديدة تم اكتشافها في جنوب إفريقيا وحتى الآن تم تسجيل عشرات حالات الإصابة بهذه السلالة الجديدة في ليفربول وبريستول وصرح الباحثون أن هذه التفرة قد تضعف فاعلية اللقاح ومع ذلك كان هناك بعض الأخبار الصارة أيضا حيث أشار تقرير من جامعة أكسفورد إلى أن اللقاح الذي طورته الجامعة يتمكن من تخفيض انتشار الفيروس بنحو الثلاثين وهذا هو أول دليل على أن اللقاح يتمكن من تخفيض انتشار الفيروس في حين تصل فاعلية هذا اللقاح إلى 76% لمدة ثلاثة أشهر قرى وزير الصحر البريطاني مات هانكوك أن هذا التقرير مشجع للغاية وحتى الآن أكملت بريطانيا تطعيم أكثر من عشرة ملايين شخص باللقاح ومن الواضح أن الحكومة البريطانية قد اتخذت اللقاح كوسيلة مهمة لمكافحة الوباء ولكن من سيفوز بالتنافس بين اللقاح والفيروس يحتاج إلى مراقبة دقيقة